انتلقت فعليات الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية والذي تنظمه منظمة المرأة العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الألمانية للتعاون الدولية يهدف الحوار إلى رسم خارطة طريق لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية على المستوى الوطني وعلى الصعيدين الإقليمية والدولية ذلك بالإضافة إلى وضع استراتيجيات للتغلب على العقبات التي تحول دون المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة بالنسبة لنا هذا اللقاء التشاوري هو محطة مهمة جدا لأنها تأتي بعد جهود عديدة من كل الجهات التي تلتقي اليوم إن كانت الجهات الوطنية أو الجهات الإقليمية أو الجهات الأممية نلتقي اليوم للتشاور حول ما توصلنا إليه وبالتالي عندما سنستعرض التقييم والتحديات والعثرات نحن نراهن على أنه سيكون لدينا رؤية أوضح لما يجب أن تكون عليه سياساتنا في المرحلة المقبلة وإن شاء الله يتم وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة مصر وصلت إلى نسبة متميزة وعتعدت النسبة المتوسطة العالمي نحن في مصر عندنا تقريباً 28% من السيدات في البرلمان نحلم طبعاً أن نكون تصل النسبة إلى أعلى من هذا كل مرة تواجد المرأة في البرلمان كأداة تشريعية مهمة في مستقبل الدول وتضع خطتها وتطع أحلامها من نقل من خطة أو سياسة إلى تشريع لحماية الحقوق المرأة بصفة عامة سعيد بحدوث هذه الفاعلية في مصر لتعزيز مشاركة المرأة السياسية في العديد من المجالات سواء الحكومية أو في البرلمان أو المؤسسات المختلفة فنحن نتطلع لنتائج الحوار الإقليمي كما أنني سعيد بالمشاركة مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة المرأة العربية في مؤتمر اليوم فالدستور المصري يضمن حق المرأة في تولي المناصب العامة والإدارية العليا والتعيين في السلطات والهيئات القضائية